وعقد محافظ صلاح الدين اجتماعا موسعا في مبنى قائم قامية قضاء الدور ضم عددا من مدراء الدواء الخدمية والأمنية والملاكات الهندسية والفنية في القضاء وقدم قائم قام القضاء خلال الاجتماع شرحا مفصلا عن واقع عمل الدواء الحكومية والنسبة المتحققة بالمشاريع المنفذة في القضاء مشيرا أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة مهمة بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مركز القضاء والمناطق المجاور له